أهم حاجة في إيطاليا التي يجب أن يفهمها إيطاليا يتحدث عن مصالح إيطاليا الذين يخرجون لها برشا مهاجرين بعد الثورة، لدينا مشكلة بتهجلة سرية رب شبدا في بلك، من قبل الثورة، ودفعوا برشاة عبويد عطاها برشاة بمساعدات النظام بن علي وهو بدون ساع ساعي يسيب لهم بشوية في تار الضغط وقت يضغط عليها على الحقوق إنسان يسيب لهم هذه عملها قديفي وعملها بن علي تتحرك خطر فهم الوضع في تونس وفهمه كأنه النجم تسير لقد لهم مشاكل مقالواش لكن يقصدوا حتى مشاكل أمنية واضطرابات غير الوضع الاقتصادي فيخافهم من الهجرة كبيرة التي تصل مثلاً والناس تتحدث عن ألف ساعات حتى في يوم يحكيوا على الفين وثمانمائة قوار بالهجرة هذه مثلاً اختيرة برشاة جزء كبير منهم التونسة وجزء كبير يزيد من الأفريق والذين يدخلوا لتونس عادةً وأغلبيتهم بدون حتى وثائق قانونية وغيرها تتحركوا حتى من الحدود هذه الأغلبية نحكيوا لذلك إتاليا خايف على روحها هذه اللي همها في الموضوع فلا يعنيها من جانب التونسي ولا جانب سياسي لشيء يعنيها كان حاجة واحدة كانوا ما سيش تتراب في البلاد هذه باش متصدر لهيش الهجرة السرية وليما قالوا هو زادة بتصدر روم شرونف لذلك تعتبروا عادي تحمي في مصالحها ربما ما؟ هم يخدم في مصالحها ونحن وقتاش نخدمهم مصالحنا إنو إيطاليا تصير اتصالات جزائرية إيطالية مكثفة حول الملف التونسي كيفش قلقة كل الاتصالات هاته؟ علش إيطاليا الجانب الإيطالي يتصل بالجزائر في علاقة بالملف التونسي وهات أخر جوبة مع صندوق النقد الدولي إيطاليا تعمل في لوبينغ للتونس ما نجبش نقول لك القيس سعيد ولا التونس خطر المسألة مش واضح الواضح بالنسبة لأين أوروبيين وفاهمين عقليتهم قاتل أضر على كونه يمين يحكم وفكارهم غريبة وكذا واضح عنهم مصالح الشعب الإيطالي بالنسبة لهم خايفين من الهجرة السرية بأشكال كبيرة كانت تصير أزمة في تونس أنا نقول لك لا نحن نطلق سرخة فزاعة ونبكيوا شوية لتونس غالب يجب أن نعملوها للمرحلة هذه هذه الأجنب يغزر لنا أن نحن منكوبين على قريب داخلين في سرعاتنا الداخلية وداخلين في الفوضى ونحن نفيق ونقو حلول